أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الاثنين ثلاثين كانون الثاني يناير القمر موجود الآن في برج الثور في ساعات الصباح رح ينتقل لبرج الجوزة طبعا القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في حي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة من عصر اليوم الأحد لا له موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم والأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر في هذه المنزلة حتى تمام الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة من عصر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر بما أنه موجود في برج الثور من الآن ولغاية ساعة الصباح منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقلنا ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن أيضا شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت مثلا بمشاهدة التلفز أما بالنسبة للزوايا طبعا أول زاوية رح تكون معنا هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها يعني نقدر نحكي عند منتصف الليل ساعة 12 وثلاث دقائق عند منتصف الليل بعد يعني بعد منتصف الليل ولكن تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعة الصباح من واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحدود بيفتقر بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ طبعا اليوم ذروتها لهذه الزاوية هي تأثيراتها من يوم 26 ومستمرة لغاية يوم 32 ولكن اليوم ذروتها الساعة 41 و45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة ونتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبالدل يعني على ازدياد اهتمام الحكومات أو الملوك أو الرؤساء بشؤون العسكرية والأمنية وتحسين حال اليد العاملة وخصوصا في قطاع الصناعة ووجود توازن بين العرض والطلب كما بزيد الاهتمام بالميدان الرياضي وقطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث برضو الزاوية بطيئة تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس تأثيراتها من يوم 28 و1 ومستمرة لغاية 1-2 اليوم ذروتها الساعة 2 و16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من شطفة من باشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون ذروتها الساعة 5 و51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي من الساعة 5 و51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام ساعة 8 و34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ليندق للقمر واستقر في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر بعديها رح ينتقل لبرج الجوزاء الساعة 38 و34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بانتقل للقمر ويستقر في برج الجوزاء عشان هي منشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها خلال أيام يعني ابتداء من الساعة الصباح وما بعدها وبوصعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال واستقرار القمر في الجوزاء أول زاوية هي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حسب طبعا تأثيرات هاي الزاوية بتبلش من ساعة الظهر ولغاية ما بعد منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون ذروتها الساعة ثمانية مساء بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات العصر إلى حد ساعات تقريبا الصباح أو فجر اليوم الذي يليله يوم الثلاثاء فمنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوطرلها العناية الإضافية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعة الصباح عنا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الأود الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الصباح وما بعد عنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وجهاز الحركي والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هذول الأعضاء هم الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية ويفضل عدم إجراء عمليات جراحية كبرى لهذه الأعضاء يعني إلا إذا كانت اضطرارية طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية مش في فترة خلو المسار مناسب هذا اليوم برضو مش في فترة خلو المسار لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح هذا اليوم لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلهجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزة معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأربعة واحد اثنين في تمام ساعة 11.57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام ساعة 18 مساء لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب عمره 9 أيام في تمام ساعة 29 دقيقة صباحا بصير عمره 10 أيام نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء حتى يوم 1-2 الآن سعيد بنسبة 10% في ساعات منتصف يعني من ساعات منتصف الليل هاي الليلة بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الصباح منتحس بنسبة 60% أما في ساعات الظهر فبرجع بنسبة نحوسته لـ 40% وبيكمل لآخر النهار عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثهور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرص مالية من الآن لغاية ساعة الصباح فممكن هاي الفرص تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم أو تعالجوا استحقاق مالي ولكن بدكوا تحذروا من ازدياد المصاريف وصرف الأموال والتبذير قدر الإمكان حوله أنه تنتبهوا على أموالكم أما من ساعة الصباح بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات طبعا طيلة اليوم وتعتبر هاي الفترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبقول لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار كونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم اتفهم الآخرين ابقى هادئ حاول أنك تكون يكون كلامك واضح عشان ما تنفهم بطريق الخطأ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم ولكن بدك تحذر من السرعة أثناء الحركة أو أثناء قيادتك للسيارة وسوء التفاهم برج الثور ثقتكم من الآن لغاية ساعات الصباح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي أما من ساعات الصباح وما بعد بصير الجو ممتاز جدا وبيحمل معاه فرصة مالية ممكن هاي الفرصة تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم خلال هذا اليوم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن اليوم برضو تعالجوا مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتافعة لدى المراجع أو المؤسسات المعنية ولكن بتنتبهوا على أموالكم من التبذير وأيضا من المصريف للزيادة ومن بعض المحتالين حاولوا أن تنتبهوا على أموالكم برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أن تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم طبعا هذا الكرام من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهنا تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة لأن القمر رح يوصل لعندكم وبعمكم النشاط وإن كانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الجو بعطيك طاقة كبيرة للإنتاجية ولكن تقلب المزاج اللي بيصير عندك هو أول شيء من المريخ الموجود وأيضا تراجع وطارد اللي بيأثر عليك بشكل كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات الصباح بتطلب منك هاي الفترة عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا ترهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان فلا تجزفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن لغاية ساعات الصباح واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو ممتاز بوسعكم اثبت جذارتكم للمسؤولين خلال هاي الساعات ولكن من ساعات الفجر الأجواء بتتحسن أكثر بتساعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته طبعا الأجواء ممتازة جدا أهم شيء أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد تعتبر فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا الأجواء ما زالت ممتازة على مستوى الاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب والامتحانات الجامعية لغاية ساعات الصباح وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن انتبهوا أتناقية السيارة على الشوارع المفتوحة من ساعات الصباح بتصير الأجواء مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن أعمال أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجهه مسؤولية أو عبء مهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام في بعض الصعوبة برج الميزان طبعا ما زالت الأجواء بتحمل بعض الفرص للمكاسب المالية اللي إلها صلة بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت أو العائلة خلال هذا اليوم أما في ساعات الصباح بيصلكم خبرا بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح ممتازة جدا وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة نعتبرها إيجابية وبتسهل خلالها الحوار وبتفترح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك بتحمل أمور إلها علاقة بالسفر لموليد برج الميزان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الأجواء ما زالت مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تبعدوا عن المشاكل والعصبية والحدية من الآن ولغاية ساعة الصباح أما من ساعة الصباح القمر بصير في البيت الثامن فبتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي الوصلاة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية فممكن اتفكروا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالإدخار أو المستقبل أهم شيء أنه اليوم حاولوا أنكوا تقدموا بعض التنازلات وتتراجعوا عن خطوات وقرارات سببتلكم إزعاج وعدوات بالفترة الماضية إذا أردت المصالحة مع الطرف الآخر برج القوس رغم تراكم العمل من الآن لغاية ساعات الصباح إلا أنه عندكم قدرة عالية جدا على إنجاز الكثير من آل الأعمال أحاولوا أنكم تنظموا جدوى الغذاء كم تأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر طبعا القمر بدأ في مراحل المقابلة في ساعات الصباح بصير مقابلكم تماما فبصير الجو مناسب للقيام بعمل والطلب تعاون من طرف تاني وبسعكم تعزيز شركاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بتكوا تحذروا من الإنفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معاكم وممكن تقعوا في ورطة أنتوا بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة حول أنك تكون صبور وما تتدمر الفترة هذه خالية من الحض برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو التقرب من الأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد رغم رغم تراكم العمل إلا أنه أنتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال لأن القمر رح يصير في بيت العمل والصحة حاولوا أنه اليوم تنظموا جدوى الغذاء وتأخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتحوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وحاولوا أنكوا تراقبوا وضعكم الصحي ممكن يكون في بعض القلق المهني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الآن ولغاية ساعات الصباح بوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وأيضا تعزيز الروابط العائلية ممكن تهتموا ببعض الشؤون البيتية أو العائلية تصليحات أو مصريف أو صحة أحد الأحبة أما مع ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمع بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا حلي في دعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات ممكن ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو تميلوا للسفر المشاركة في رحلة عمل مثلا الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الآن لغاية ساعة الصباح بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات والنقاشات والحوارات وبنظل الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون الكنوع من عنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بدك تنتبه أثناء حركتكم وأثناء قيادتكم للسيارة من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش إنه ما تسمح لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم حاولوا كما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج وإسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيته وقدموا المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها أو بيطلبوها منكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر